اتجهت منظمة ديزرت فورس لفنون القتال المختلطة بالشرق الأوسط لنقل فعاليات بطولة ديزرت فورس في نسختها الثانية والعشرين المقرر يقامتها يوم الاثنين القادم من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للعاصبة الأردنية عمان هذا وانهى المقاتل البحريني المحترف بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين حمز الكوهجي انهى استعداده للنزال الرئيسي الذي سيجمعه بالمقاتل السعودي عزيز جليدان سيكون فريق الحد مطالبا بتحقيق الفوز حينما يستضيف فريق ألتن أسيرا تركمانية عند السادسة والنصف من مساء اليوم في الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الأسيوية وذلك على الساد البحرين الوطنية وفي المجموعة ذاتها سيلتقي في بيروت العهد اللبناني والوحدات الأردنية ترجمة نانسي قنقر